بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا كل عام وحضراتكم بخير احنا بمر علينا حدث من اجل الاحداث حدث بيخلينا نبقى مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بؤرة النظر وبؤرة الاهتمام حدث محواري من احداث الحياة اللي عاشها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشها مع الصحابة رضوان الله عليهم حدث بتسجلوا ايات كثيرة واحاديث كثيرة واحنا عنا نوقف النهاردة مع حديث جليل بيروي الصحابة الجليل معاوية بن ابي صفيان رضي الله عنه يقول قايا صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها هذا الحديث اخرجه ابو داود والامام احمد هذا الحديث بيخلينا نفهم شيء مهم جدا تعالوا نسمع الحديث مرة ثانية لان الناس مش معتدين ان هم يسمعوا هذا الحديث دائما حديث بيرويه سيدنا معاوية بن ابي صفيان رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها احنا متعودين على ان احنا نسمع لما بتهل علينا الهجرة المكرمة والمشرفة بهجرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نكون مهتمين بهذا الحدث جدا ليه لان كل سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتونش فينا شيء مهم جدا وخاصة ان لما نسمع قوله تعالى وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فضل الهجرة لما يقول سبحانه وتعالى الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظموا درجة عند الله واؤلائك هم الفائزون طيب طيب الهجرة دي حاجة عظيمة اوي طيب هل الهجرة مستمرة استنى كده حديث رسول الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية طيب كده يعني انقطع سبيلنا للهجرة فييجي الحديث بقى اللي احنا سبعناها حديث سيدنا معاوية بن ابي سفيان اللي بيقول لا تنقطعوا الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها يعني هجرة مستمرة هجرة مستمرة يعني الواحد مننا ممكن يهاجر او ممكن يهاجر تعالوا نقف لحظة ونشوف كده هل احنا ممكن نهاجر ونهاجر مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما نهاجر مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نصنع بقلوبنا قول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقولوا لصاحبي لا تحزن إن الله معنا آه ده فيه حزن دلوقتي آه ممكن كثير من الناس بعندهم حزن عندهم حزن ليه تعالوا بس نقر إن الهجرة مازالت موجودة الهجرة مازالت موجودة ونسمع حديث رسول الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ما هو بيقولك إنه ما فيش هجرة لا ده الحديث ده بيقولك إنه فيه هجرة بس من نوع تاني إيه اللي حاصل لا هجرة بعد الفتح يعني الهجرة اللي من مكة إلى المدينة بعد الفتح خلاص لأن المكان اللي كنا بنهاجر منه أصبح خلاص در إيمان وأصبح خلاص مش محتاجين نهاجر منه ولكن شوف حديث الرسول الله عليه وسلم بيقولك إيه وكأنه بيقول تنفيذاً لهذا الفضل اللي موجود في الآية وأولئك هم الفائزون إنه إحنا نفوز بمسألة الهجرة إزاي بقى نفوز بمسألة الهجرة ألا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يعني إيه يبقى عندنا الجندية وجهاد النفس اللي بيبدأ بالنواية التي هي في القلوب وكأن الحديث بيقولنا إن فيه هجرة تانية مهمة جداً جداً اسمها إيه اللي أنا اصطلحت على تسميته هجرة الوجدان مش هجرة المكان يعني إيه هجرة الوجدان اللي إحنا بنشوفها شويتين تلاتة في حديث رسول الله سلم في حجة الوداع وهو بيعرف وهو بيعرف صلى الله عليه وسلم المهاجر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني إيه يعني الهجرة النفسانية هجرة مهمة جداً من أهم أنواع الهجرة وخاصة في اللي إحنا فيه دلوقتي أنا لما تأملت أنا شايف أن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدروا أني فيه أشياء لماذا تتكرر في حياتنا لأنها تبني حياتنا حياتنا كلما تهدمت إزاي يعني الهجرة لازم نفهمها في أن هي جزء من سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من سيرة حضرة النبي إيه اللي كلما سقط الإنسان هو ليه العلماء اختاروا لحياة حضرة النبي أن هي تسمى السيرة لأن كلما سقط الإنسان جاءته سيرة حضرة النبي لتنهضه وتعلمه أنه قادر على المسير فأصبحت السيرة للسير فكلما وجد الإنسان نفسه مهدماً وجد نفسه عاجزاً عن السير تأتي سيرة حضرة النبي فتعمل إيه فتساعده على المسير ولذلك حديث الرسول الله عليه وسلم أهو إنما الأعمال بالنيات ما احنا قلنا ولكن جهاد وني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نو فمن كانت هجرته إلى الله إذا ده مش مفهوم الهجرة في جيرته إلى ما يعني إيه يعني نستطيع أن іحنا نخرج اسمعوني بقى في هذا المصطلح الجديد اللي احنا محتاجين نفهمه زي ما انتم بتسمعوا مني دايما بنتكلم على الأكبر والأصغر رجعنا من الجهاد الايه؟ الأصغر إلى الجهاد الأكبر اللي هو جهاد ايه؟ جهاد الحياة اللي هو جهاد النفس اللي هو بيكون بطول الحياة فالجهاد الأصغر هو جهاد العدو طب إذا كان عندي عدو أكبر اللي هو مين؟ النفس والشيطان لما دا الجهاد الأكبر طيب وكمان ممكن نقول خرجنا من المسجد الأصغر إلى المسجد الأكبر المسجد الأصغر الذي نتعلم فيه الصلاة والمسجد الأكبر الذي نتعلم فيه صلاة الحياة اللي هو جعلت لي الأرض مسجدا لأن الحياة كلها مسجد فالحياة هي المسجد الأكبر وتعالوا كمان نقول إن فيه الهجرة الصغرى والهجرة الكبرى إيه الهجرة الصغرى والهجرة الكبرى الهجرة الصغرى هي مش صغرى لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي كبيرة بحضرة النبي إن هي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى والهجرة الثانية كبيرة برسول الله بس الهجرة الثانية وردو حضرة النبي اللي عملها اللي هي إيه أن يهاجر الإنسان ما نهى الله عنه مين اللي دعا إلى هذه الهجرة رسول الله ففيه هجرة صغرة أن أنت تنتقل من مكان إلى مكان وفيه هجرة كبرى أن تغير ما في الوجدان أن تغير ما في باطنك أن تهاجر فتترك ما نهى الله عنه فتخرج من من ضيق نفسك إلى ساعة الله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فيخرج من ضيق نفسه إلى ساعة الله وعشان كده لما تيجي الهجرة وإحنا في حياتنا دلوقتي في وقتنا ده أنا هتكلم معكم بصراحة لأنه زي ما أنتم متعودين معي دائما هتكلم عشان نبني الإنسان نبني الإنسان الذي كثير من أركانه تهدمت وإحنا محتاجين نساعده نرمي من ذلك الإنسان ونساعده على البناء فين بقى الجزء اللي الهجرة تطل علينا بدافحتها عشان تعلمنا الهجرة الكبرى إن احنا نهاجر من من إيه بقى إيه اللي عندنا هزين نهاجر فيه منه دلوقتي حاجة مهمة أوي أوي نحن نريد أن نهاجر من ظلم أنفسنا إزاي ظلمنا أنفسنا أما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ظلمنا أنفسنا في إيه في أننا ساعدنا أنفسنا الأمارة بالسوء وساعدنا الشيطان على أن يجعلون نعاني من الهشاشة النفسية والهشاشة الدينية أنا مجلس مع حد دلوقتي إلا وهو عنده سنة كآبة سنة رعب سنة قلق الناس خيفة على الأرزاق خيفة على الحياة خيفة خيفة والآن والآن ومتشككين درجة أن الخوف والقلق راح ضارف فأحس بالشك والتشكك فأصبحت السيولة الدينية اللي بنعيشها في السيولة دينية آه لازم نكون على قدر من المصالحة عنيك دي آه في السيولة كان زمان أقولك حاجة كان زمان كلمة يا رب بتعيد الإنسان إلى حضرة مولا وتخليه حس إنه هو متمسك بحبل الله المتين كانت يا رب تخلي الإنسان حاسس إنه هو بيقول يا رب من تحت عرش الرحمن كان لما حد يقول باسم الله يحس إن الحياة بتترد لي عندنا مشكلة عندنا قدر من الهشاشة النفسية المتوددة من الهشاشة الدينية والله مش هقدر أبرأ التدين الكم من اللي عملوا في نفوس الناس شكك الناس في حاجات كتيرة كانوا بيتمسكوا بيها كانوا بيتمسكوا بالفتحة فتفتح عليهم أبواب كتيرة فقال لهم الفتحة ما تتقريش بس غير في المصحف لما تيجي تتلق كتاب الله لكن ما تقراش الفتحة عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ما تقراش الفتحة عشان ربنا ما إن رسول الله سلام علم الصحابة إن الفتحة دي تكون إيه تكون رقية يقول لك خلاص تبقى الفتحة رقية لكن يا أخي الفتحة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويوسع رزاقنا يقول لك ما وردتش فأغلقوا على الناس أبواب كتيرة جدا 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 من السمود النفسي اللي بيسموه علماء النفس الريزيليانس السمود النفسي إن هو يبقى صامد يقرأ الفتحة فيحس توكلته على الله يقول يا رب يقوله ما تقولش يا رب بس لازم تقول يا رب وتدعي هو مش بيحتغر بس يحس بمعية الله يا رب ده ذكر يقوله لا ما يكفيش الزكر بدون دعاء ما وردش أمنا ربنا قال له حقاة النبي قل الله قال له قل الله بس قل الله الله يعني هيقوله الله بس حاجاتك بقى من جنس اللي هو لما يقول كده صلي على رسول الله فيقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيده فيحس إن فيه نفحة كده حس إن فيه نور كده هب في قلبه وبنا ابتلانا من الناس دي ويه كمان هبت على الناس كمان شوية حاجات كده رح تسلب منهم كمان هو إحنا الوقت بنتعامل مع ربنا وساعدنا إيه في حياتنا لما إحنا كنا مؤدبين ولا كنا عندنا أخلاق والناس التنين فبدأت كمان لفحات التشكك تروح دخلة معان فالتقى فاتلقى المسارين من أسوأ المسارات اللي عبت على حياة الناس فالناس دنخر في تدين الناس ونخر في تدين الناس ده بالشك وده باليسواس فالناس بقى عندهم هشاشة دينية فتيجي ذكرى الهجرة وإحنا عندنا ده فاستسلم الناس لأوهام النفس أنت الوحدة مين قال إن أنا الوحدي استسلم الناس لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيهتمش غير بالطائعين هم للعصاب يأكلوا ويشربوا منين ربنا سبحانه وتعالى ما بيكونش غير معه أصحاب الطائع اللي على طريقتنا طب يا سيدي المشركين اللي هناك اللي بينجحوا معهم مين فالدنيا تتلغبط في رؤوس الناس فأصبح الناس حاسين أنه ملهمش ضهر ملهمش سند ده لأنه مشاكك أنه هو فين مهيت ربنا وأنا بتعرض لمواقف الصعبة والتاني أنا مش لائق ولا مستحق أن يبقى معايا ربنا وعلى فكرة مهيت ربنا محض فضل من الله مهيت ربنا محدش اشتراها محدش بيدفع حاجة عشان معايا ربنا معايا ربنا محد فضل من الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فضل من الله فضلي من الله من غير محد يدفع فيها ولا أي شيء وعشان كده العبد للمولاه فتاة الهجرة وإحنا في الحال ده كلام عن الهجرة كلام طويل بس أنا هقول لكم أكتر حاجة ممكن نتمسك بيها عشان نخرج من الهجرة النفسية اللي احنا فيها دي حاول ألخصها لكم احنا لازم نهاجر من حالتنا الديقة دي ومن هشاشتنا النفسية دي إلى الله فتعالوا نقول إن هجرتنا النفسانية إلى الله بتحصل بأربع حاجات إن أنا أهاجر من الله يعني إيه؟ أهاجر وأنا أبدأ من الله وعشان كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم فأبدأ من الله ثم أهاجر مع الله أخرج من نفسي مع الله ثم أهاجر بالله ثم أهاجر إلى الله وأن إلى ربك المنتهى أهاجر أو أهاجر من الله يعني إيه؟ أهاجر وأنا على يقين من لطف الله بي الله لطيف بعبادي فأخرج من ضيقي وأنا على يقين من أنني في لطف الله يبقى أنا ببدأ هجرتي من الله مش ببدأ من نفسي وعشان كده كل أمر ذيبال لا يبدأ ببسم الله فأبتدي من الله فالرسول الله سبحانه من القلب فمن كانت هجراته بس هجراته منين؟ من الله نبدأ من الله أبدأ بإيه؟ أليس الله بكاف عبده فأبدأ بيقين من أنني في لطف الله طب واللي حصل واللي بيجرأ والأحداث اللي أنا فيها دي أنا في لطف الله ربنا سبحانه وتعالى مش محقق الأمال لكن ربنا يربيني فبيغير علي الأحوال مش عشان ينتقم مني بيغير علي الأحوال مش أنه سيبني طب يغير عليها حوال لأنه يربيني هو رب يربيني ويعلمني فيبأ أول حاجة من الله بيقين من لطف الله تاني حاجة مع الله حضرة النبي يقول له يقول لسيدنا أبكر ما بالك باثنين الله سالسهم حط يدك على قلبك كده وقول وانت في جرتك في سيرك في الحياة في كل لحظة من لحظات حياتك قول يا رب يا من أنت معي وأنت أنسي فيا رب لا تجري علي النسيان بأنك معي لتؤانسني فاللهم اجعل أنسك لي أحب إلي من نفسي أنس عيش في أنس الله سبحانه وتعالى فسير في أنس الله سبحانه وتعالى إيه لحصل إذ يقول لصاحبي إيه يا سيدي لا تحزن إن الله معنا فمع الله تالت حاجة إيه لحصل ترحل وتهاجر بالله عيش بلا حول ولا قوة إلا بالله خذ بالأسباب كم مرة نجحت وربنا بيقول لك أنت لا تنجح بك ولكن تنجح بمدى دين فعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله فلما تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله ما تقفش اللي في إيدك مهما كان صغير فولن يصنع نجاحك ولكن سيكون نجاحك من تدبير الكبير فاصنع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وفي السماء رزقكم وما توعدون امشي ما تقفش إياك تحبط وإياك تتهدم احمل اللي في إيدك واستمر الله سبحانه وتعالى ولذلك إيه الله يحب من العمل أدومه وإن قل داوم وربنا سبحانه وتعالى يمين الرحمن ملأ سحق الليل والنهار هتستمر بمدد الله وفي النهاية إلى الله تهاجر إلى الله ترى الله في كل شيء أي حاجة بتعملها ترى الله فإذا رأيت الله تجددت في عينك الحياة هي دي الهجرة الهجرة أن تهاجر بالمجدان من الله بيقين من لطف الله مع الله فتذوق حلاوة أنس الله بالله بأن تحيا بلا حول ولا قوة إلا بالله وأنت تمسك الأسباب فتمسك بيمين الرحمن ثم إلى الله فتسعد بأن الله سبحانه وتعالى جماله جمل كل الحياة عش مع الله سبحانه وتعالى وهاجر مع الله سبحانه وتعالى وكن مع الله سبحانه وتعالى تحيا وقد تغيرت كل معالم الحياة الحياة هجرة مع الله وإلى الله وبالله ومن الله اللهم لا تكتب علينا أن نحيا إلا مهاجرين من لطفك مع أنسك بمددك وإلى جمالك يا رب العالمين اللهم اكتب لنا هجرة تفتح لنا كل الأبواب وتجعلنا دائما نعلم أنك فتحت لنا الباب لا لنقف على الأعتاب ولكن نقف بين يديك لكي نذوق حلاوة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا على الدوام بهجرة من ديقنا إلى سعتك يا رب العالمين يا سادة أنا ألتقي بعد الفاصل مع أسئلتكم من وصلتنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسره عشان نجيب علينا وإحنا في جارتنا وفي مدد الله سبحانه وتعالى لأن الناس ألتوق فيكم وإحنا بيجيب علي أسئلتكم ولكن بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر